اشتركوا في القناة الخطاب هنا من الله تعالى والنداء لبني إسرائيل وإسرائيل لقب نبي الله تعالى يعقوب عليه السلام يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب عليه السلام وهنا تذكير لليهود في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصر نزول القرآن بنعم الله تعالى على آبائهم وأجدادهم وأسلافهم فنند الله تعالى عليهم وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يا وهي ليست نعمة واحدة لأن كلمة نعمة لفظ نعمة مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم فهي نعم كثيرة كإن جاءهم من فرعون وقومه وإن جاءهم من الغرق وتضليل الغمان عليهم في التيه ونحو ذلك من النعم التي سوف يذكرهم الله تعالى بها في سياق هذه الآية يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب اذكروا نعمي التي أنعمت بها عليكم ويستلزم هذا التذكير بالنعم يستلزم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم فهذا النداء تذكير لهم بالنعم ليقوموا بالواجب عليهم تجاه هذه النعم من شكرها ومن طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه أنعم عليهم بنعم كثيرة اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يعني أوفوا بالعهد الذي أخذته عليكم في التوراة من الإيمان بكل رسول يأتي مصدقا لما معكم في التوراة وعلى رأس هؤلاء الرسل الكرام الذين جاءوا مصدقين لما في التوراة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا آمن بن إسرائيل وصدقوا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقاموا بكل ما أمرهم الله تعالى به في التوراة فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ذلك ولذلك قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوف بعهدكم الذي وعدتكم إياه وهو السعادة في الدنيا والآخرة ودخول الجنات إذا حققوا الإيمان بالله تعالى والتزموا بما في التوراة من الأوامر وإياي فارهبون يعني خافوني ولا تخافوا غيري وآمنوا بما أنزلت مصدقا بما معكم آمنوا بالقرآن الكريم فالذي أنزله الله تعالى مصدقا بما معهم من التوراة هو القرآن الكريم وآمنوا صدقوا بما أنزلت مصدقا بما معكم بالقرآن الكريم ولا تكونوا أول كافر به لا يصح لكم أبدا لا يصح أن تكونوا يا أهل الكتاب أول كافر بهذا القرآن الكريم لأن التوراة بين أيديكم تبشر بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني لا تستبدلوا بسبب تحريف آياتي في التوراة من حد في صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثمنا قليلا من متع الدنيا وزخالفها واحذروا عذابي وعقابي ولا تخلطوا الحق الذي أنزل عليكم بالباطل الذي تفترون وتكذبون وتقولون ولا تكتموا الحق وعلى رأس الحق الذي كتموه أنكروا صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكتموا الحق يعني تصديقوا نبوة سيدنا محمد وأنتم تعلمون أنكم ملبسون كاتمون تفترون على الله الكذب ومن أوامر الله تعالى لهم شكرا له على النعم التي امتن بها عليهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة والصلاة كانوا مأمورين بإقامتها لكن بصفة وهيئة لا نعلمها تختلف عما عليه صلاتنا في الإسلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واخضعوا لأوامر الله فالركوع معناه الخضوع اخضعوا لأوامر الله عز وجل مع الخاضعين من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان أحباؤهم وعلماؤهم يأمرون أتباعهم بالعمل بما في التوراة وامتثال أوامرها واجتناب نواهيها وكانوا هم على النقيض من ذلك وابخهم الله تعالى وأمكر هذا الصنيع منهم وقال لهم بأسلوب الاستفهام الإنكاري والتوبيخي والتقليعي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون أتباعكم وتخبرونهم بما أوجبه الله عليهم في التوراة من البر والتقوى وأنتم تتركون العمل بهذه الأوامر وتتبعون شهواتكم وأهواتكم إن هذا لا يستسيقه العقل السليم إن هذا لا يقبله العقل السليم أفلا تعقلون أليس لكم عقل يمنعكم من هذا الصنيع الشنيع والفضيع واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا على أقدار الله تعالى المؤلمة استعينوا على شدائد الدنيا وأعبائها ومصائبها بالصبر بحفص النفس والرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى والتسليم لحكمه وأمره والرضى بقضائه وقدره واستعينوا كذلك بالصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله سبحانه مجل في علا فإن الصلاة لها تأثير على النفس في تقبل أوامر الله تعالى وفي الرضى بقضائه وقدره وإنها أي الصلاة لكبيرة لثقيلة إلا على الخاشعين إلا على الخاضعين المنقادين المنتثلين لأوامر الله سبحانه وتعالى ومن صفات هؤلاء الخاشعين أنهم يتيقنون من لقاء الله تعالى في الآخرة لحسابهم وجزائهم على أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرى يرى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم والظن هنا كلمة الظن من الأرضات تستخدم في اليقين وفي معنى الشك أيضا ولذلك المراد بها هنا اليقين العلم الجازم الرازق بلقاء الله سبحانه وتعالى لكنه عبر عن هذا اليقين بالظن للإشارة إلى أن الظن يكفي في دفع الإنسان إلى الصلاة والمحافظة عليها فما ظنك باليقين الجازم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم سيقفون بين يديه للحساب والجزاء ويرجعون إليه سبحانه وتعالى ثم كرر الله تعالى النداء لبني إسرائيل تنبيها لهم وتكرير النداء هنا مرتين يا بني إسرائيل لشدة غفلتهم عن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي أنعم بها عليهم لذلك كرر النداء مرة ثانية وقيل كرره مرتين لأن المرة الأولى كان مصحوبا ومقرونا بالوعد للنصر إذا هم حققوا وقاموا بما أمرهم الله تعالى به فمرة ذكره مع الوعد وهذه المرة الثانية ذكره مع الوعيد الوعيد والتهديد باليوم الآخر حين يقف الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني أذكروا نعمي العظيمة التي أنعمت بها عليكم وقوموا بشكرها وأني فضلتكم على العالمي أذكروا أني فضلتكم على عالمي زمانكم فهذا التفضيل كان تفضيلا خاصا بوقت معين أما أمة الإسلام فقال الله تعالى لها مخاطبة كنتم خير أمة أخرجت للناس أما بني إسرائيل ففضلوا على عالمي زمانهم فقط ثم خوفهم الله تعالى وأنذرهم وحذرهم بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني اتقوا يوما خافوا يوم القيامة يوم الحساب والجزاء على الأعمال هذا اليوم لا تنفع فيه نفس صالحة نفسا عاصية ولا يقبل من النفس العاصية الكافرة المشركة لا يقبل فيها ولا منها شفاعة مطلقة لأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشروط ومن هذه الشروط أن يأذن الله تعالى لمن يشاء وينضى وأن تكون تلك النفس ممن يستحق الشفاعة ولا يقبل يوم القيامة من نفس عاصية مشركة عدل أي فداء تفتدي به نفسها لتنجو من عذاب الله تعالى وعقابه ولا هم ينصرون يعني لا ينصر أحد أحدا يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدفع عن أحد عذاب الله تعالى وعقابه لا يستطيع أن يمنعه أو يدفع عنه عذابا قدره الله سبحانه وتعالى عليه واذكروا يا بني إسرائيل وقت أن نجى الله آباءكم وأجدادكم من فرعون وقومه حيث كان فرعون وقومه يسومونهم سوء العذاب أي يذيقونهم أشد العذاب يقتلون ويدبحون الأولاد الذكور ويتركون البنات أحياء وفي هذا الصنيع ابتلاء وامتحان واختبار من الله تعالى عظيم كبير لآبائكم وأجدادكم واذكروا كذلك نعمة الله سبحانه وتعالى على آبائكم وأجدادكم حيث فلق لهم البحر وصار البحر لهم طريقا يبسا يمرون عليه سالمين ظالمين وأغرق فرعون وقومه وآبائكم وأجدادكم ينظرون إلى عدوهم وهم يغرقون وفي هذا سرور عظيم بهلاك العلوم واذكروا كذلك يا بني إسرائيل وقت أن وعد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام موعدا أربعين ليلة ليعطيه التوراة التي فيها هدايتكم وسعادتكم وصلاحكم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد أن ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى وأخرج السامري العجل عبده بني إسرائيل من دون الله فصاروا في عداد الظالمين ثم اتخذتم العجل من بعده الضمير في قول من بعده يعود إلى ذهاب موسى عليه السلام بلقاء ربه وأنتم ظالمون أي ظلموا أنفسهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم الظلم وأشد الظلم وأكبر الظلم أن تصرف العبادة التي هي لله تعالى أن تصرفها لغيره لذلك قال نقمان الحكيم ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وظلموا أنفسهم حين عرضوها لعقاب الله تعالى وعذابه بارتكابهم المعصية وبارتكابهم الشرك ثم امتلنا الله سبحانه وتعالى عليهم بالعفو فعفى عن هذا الجرم مع أن حقهم وجزاءهم الهلاك والعقاب والعذاب ومع ذلك عفى الله سبحانه وتعالى عنهم بعد ارتكابهم هذا الجرم العظيم لعلهم يشكرونه على لعبه بطاعة أوامره واجتناب نواهي واذكروا كذلك حين أعطى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام التوراة أعطاه التوراة ومن صفات التوراة أنها فارقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ وفيها الهداية ورشاة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان الفرقان مصدر للفعل فرقا لأن التوراة تفرق بين الحق والباطل والصواب والخطأ لعلكم تهتدون رجاء هدايتكم رجاء أن تهتدوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى لكم في التوراة واذكروا كذلك وقتا أن قال موسى عليه السلام لآبائكم وأجدادكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ظلمتم أنفسكم حين عرضتوها لعقاب الله تعالى وعذابه بسبب أنكم اتخذتم العجل إلها من دون الله تعبدونه وترجونه فتوبوا إلى بارئكم توبوا إلى خالقكم سبحانه بارئكم يعني خالقكم وذكر هنا بارئكم لأن الخالق الذي أبدع وأدخن وأوجدكم من العدم هو المستحق للعبادة دون سواء فتوبوا إلى بارئكم وكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم أن يقتل بعضهم بعضا فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم من التوبة بقتل النفس أهون عليكم من الخلود في عذاب الجحيد ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم لما فعلوا ذلك تابوا إلى الله وقتلوا أنفسهم وقتل بعضهم بعضا توبة إلى الله تهاب الله سبحانه وتعالى عليهم وعفى عنهم إنه هو التواب الرحيم كلمة من المشترك تطلق على العبد كما تطلق على الله سبحانه وتعالى ومعناها في حق الله ومعناها في حق الله نعمة الله سبحانه وتعالى على آبائكم وأجدادكم حين طلبوا من موسى عليه السلام قائلين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يعني لن نحقق الإيمان ولن نصدق برسالتك ونبوتك إلا إذا طلبت من ربك سبحانه وتعالى أن يظهر للعيان فنراه عيانا بيانا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لما قالوا هذا القول فأخذتكم الصائقة عاقبهم الله تعالى وأهلكهم بالصائقة والصائقة صوت شديد مصحوب بنار فنزلت الصائقة عليهم عقابا لهم وهلاكا وهم ينظرون إليها تحل بهم فيزداد فزعهم ويشتد خوفهم ومع كل ذلك وبعد كل ذلك عفى الله تعالى عنهم وأحياهم وردهم إلى الحياة مرة أخرى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ردهم الله تعالى مرة أخرى إلى الحياة ومعثهم بعد موتهم لعلهم يشكرونه بطاعة أوامره واجتناب نوادي ومن نعم الله تعالى على بني إسرائيل أيضا أن ظلل عليهم الغمام وهم في التيه وقاهم وحفظهم من شدة حر التيه ومكثوا في التيه أربعين سنة ظلل الله سبحانه وتعالى عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسنوى والمن مادة الحلوى تشبه العسل والسنوى هو طائر السمان فأنزل الله تعالى عليهم المن والسنوى لألا يموتوا من الجوع داخل التيه وقال له ممتنا عليهم كلوا هنيئا مليئا من الطيبات التي رزقكم الله سبحانه وتعالى بها وما ظلمونا ما ظلمنا هؤلاء اليهود حين عصوا أوامرنا ووقعوا فيما نهيناهم عنه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلموا أنفسهم بسبب اعتدائهم وتجاوزهم الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهم وبسبب عصيانهم لأوامر الله واذكوه كذلك يا بني إسرائيل حين أنقذكم الله تعالى من التيه وقال لكم ادخلوا هذه القرية والقرية كانت معروفة ومعبودة لديهم وكلمة القرية هنا من مبهمات القرآن أبهمها القرآن الكريم والمبهم في القرآن الكريم لا يتضح ولا يعني نقف على حقيقته إلا إذا ورد في القرآن نفسه أو في السنة الصحيحة الصالحة للحجية وقد ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن المراد بهذه القرية التي أمرهم الله تعالى بدخولها قرية أليحاء بالشام فقال الله تعالى لهم ادخلوا قرية أليحاء متواضعين لله تعالى ادخلوا الباب سجدا وكلوا هنيئا من خيرات هذه القرية وادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين متواضعين منقادين لأوامر الله تعالى وإذا وقفتم على باب هذه القرية قولوا متوجهين إلى الله تعالى في دعائكم حطة أي حط عنا خطايانا أسقط عنا ذنوبنا وسيئاتنا فإذا قلتم ذلك سيغفر الله تعالى للنسيء والمخطئ منكم ويزيد المحسنة إحسانا على إحسانه فبدل الذين ظلموا من هؤلاء بدل الظالمون من اليهود هذا القول الذي أمرهم الله تعالى بقوله وهو حطة فبدل أن يقولوا حطة زادوا حرفا وقالوا حنطة على سبيل الاستهزاء والسخرية بأوامر الله سبحانه وتعالى فلما بدلوا ما قيل لهم أنزل الله تعالى على الظالمين منهم المبدلين منهم الذين لم يمتثلوا أوامره سبحانه وتعالى أنزل الله تعالى على الظالمين منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وخروجهم وتجاوزهم الحدود وعصيانهم لأوامر الله سبحانه وتعالى ثم واصلت السورة الكريمة تذكير بني إسرائيل بنعم الله تعالى عليهم فقال الله وإذ استسقى موسى لقومه اذكروا وقت أن طلب نبي الله تعالى موسى من ربه الماء ليشرب قومه فماذا؟ هل استجاب الله تعالى لهم؟ وماذا فعل بهم؟ وهل شكروا الله تعالى على تلك النعم على تلك النعم التي امتن بها عليهم؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة انقدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم